موسيقى 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 مرحبا بكم الناس الكل اليوم جيتكم بوصفة لم تتعسب لي بيش نحكي لكم بنا ماذا يهبر حذرت لكم من عجينة كهاو ثلاثة انواع مختلفة هاو كل مره ذي حبيت نجيب لكم حاجات متنوعه بشايكيكا تاخدوا فكرة وعليش ليه تجربوهم النوع اللوليني بشيكون ابيض عادي سامبل بالمعجون السابلي الي متعارف عليه الكل والنوع الثاني بشيكون بالفصدق خمسين جرام فصدقه كهاو نجموا نحضروا منه نوع جديد ونفس الشي يزيده بالنسبة للبفريوه فقط خمسين جرام وهيذا الكل من عجينة واحدة وبطبيعة الحال لكم حوارية الاختيار نجموا حتى تعملوا في سابلي سامبل ابيض عادي وخليلكم المقادير لكلها في صندوق الوصف بالتفصيل المفصل واكيد وريدكم طرق مختلفة للتزيين بشعلش ليه تجربوهم اذا كان عجبكم السابلي متاع اليومه اقعد معايا وتابعين للاخر نجيوتوها للمكونات وبما انو بش نعمل ثلاثة انواع مختلفة من عجينة فقط هذي كعليش بش نعمل الكونتيتي امتاع كيلو سينو تقسمو كلشي على ثنين اذا كنت حبو تعملو رطايل بش نستحقو مقدار تسعة ميت جرام من الفارينة والباقي من بعد بش نضيفوه فيك تتعرفو كيفش اعليهم خمسة ميت جرام من الزبدة زبدة حيوانية تكون على درجة حيارات الغرفة يعني تكون ترية وكخيموز كما هكية و بش نستحقو عليها مقدار ثلاثة ميت جرام سوكر غلاس يعني السكر محور واربع كعبة متعظمة متوسطين للحجم على درجة حيارات الغرفة وزوز بكويت سوكر فانية يجيونها 16 جرام و تاوا بش نوريكم الطريقة و نبدو تاوا بسم الله اول حاجة بش نحط الكونتيتي لكلها متاع الزبدة لازمها تكون ترية بالطريقة هذيه ما تكونش سيلة و ما تكونش يسر يبسة تكون اكخيموز التكستور متاحة و بش نكمل ندفع لها السوكر فانية اللي هما زوز بكويت يجيونها 16 جرام مبعضهم و نضيف زيدة الكونتيتي لكلها متاع السوكر غلاس لازمنا انغاربلوه ضروري على الاخر خاطر يبدأ فيه يسر اكل كعابر والحبيبيت لذا ماذا يبينه ديما انغاربلوه و راهو 300 جرام تجينا احلوه امبي كابل تجينا بالضبط لهو حلوه برشة و لهو نقص احلوه و بعد ما نغاربلوهم نجيب المضرب الكهربائي و باش نخدم كل شي ما بعض و يعني الزبدة مع السكر نحلوه مبعضهم بالباهي تلاحظو حتى اكل خليط تحسوها كي يولي كخيمة شوية و باش نبدأ نضيف بالعظمة بالعظمة او انفقسها و نضيف بالكعيبة كما هي لازمها حتى هي تكون على درجة حرارة الغرفة و متواصل الحاجم لهم كبار برشة برشة و لهم صغار زيدة او كحتيت الاربع كعبات الكل و طوى مقعد كان باش نرجوه نخدموهم بالطريقة هذية ما حاشناش بيها كي باش تخدم برشة ولا العظم يطلع ولا حاجة ليه فقط باش يدخو لك العظم ويتجانس بالباهي مع السكر والزبدة لاكثر ولا اقل او كبشوية بشوية حتى يكشلين كل شي يتجانس ما بعضو بالباهي نخلطوهم تدريجين تجمو حتى تخدموها بالفوية ما فما حتى مشكل لك المضرب الكهربائي يعاوننا اكثر و يسرعنا في الخدمة نجيها كي عليك الاتراف كي ما تليح ذو كالزبدة تطلع الفوق دونك نحاول نهبطها بالطريقة هذية و نرجع نخدموهم مبعادهم لين نتحصل على الخاليط اللي حاشتي بيه و طوى مقعد كان باش نكملو نضيفو عليها الفارينة اللي هي مقدار 900 جرام و باش نغربلها مليح مليح بتابعة الحال باش ما يبدش فيها كعابر و الا حاجة بالنسبة للكونتيتي متاع الفارينة 900 جرام تجيب الضبط خطر من بعض باش نكملو نضيفو الفاكيا خطر العجينة باش نقسموها على ثلاثة باش نعملو منها ثلاثة انواع اما اذا كن باش تعملو سبلية عادي من غير فاكيا اهوك تكملو تضيفو لها 100 جرام متاع فارينة و زيدها 100 جرام متاع الشاي اللي باش يعطي الهشاشة لكم حرية الاختيار كملت حتيت الكونتيتي لكلها امتاع الفارينة غربلتها مليح مليح والخدمة لكلها توا باش تكون باليد جوست حاشنا باش اللمو العجينة تدريجيا بتراتيش السويبع فقط متاعجنوش سينوره و ماينجحش معاكم جوست اللمو هالمين بالطريقة هذية توا بشوية بشوية تتلم معاكم كيما تليح ذو الهني كيفاش تولي وبالنسبة للعجينة الهني راهي باش توقع تتلصق في اليد خطر كيما قلت لكم من بعد باش نكملو نضيفو لها الفاكيا و ديما الفارينة حاس بالنوع اذا كنتو شرب اكثر اهوكا اضيفو لكن بالنسبة للمرحلة هذية لازمها تكون بالتكستور هذية و توا باش نجيو للمرحلة الاخيرة باش نضيفو الفاكيا بايه بالنسبة للنوع الوليني باش نستعملو الفوصدق خذيت الهني مقدار خمسين جرام فقط ارحيتو بالطريقة هذية مليح مليح او كفي شوية كحبيبيت لكني جويدين على الاخر العجينة اقسمتها على ثلاثة قد قد و نبدأ نضيف في الفاكيا انو علوليني الي باش يكون بالفوصدق حتيت فيها خمسين جرام هذي كامتاع الفوصدق و نلمو بطريقة هذية من غير ما نعجنو كالعادة نحاولو ندخلو فيها اكل كونتيتي لكلها بالبيهي نجمو راهو اذا كنت حبوه هكا اللون متاعو يظهر اخضر اكثر من لازم نجمو اضيفو حتى شوية كولوران انا ما اضفتش باش نخليها كيكا طبيعي بما انو الفوصدق اللي عندي ماشالله دجا لونه اخضر يشاره لونه مزين دونك باش نخليها كيما هكيكا وهذه دجا النتيجة بعد ما يتلم كيما تلاحظو تكون هكا اطرية على الاخر و في نفس الوقت كديو تلموها تتلم معاكم بين يديكم دجا فيها الزبدة من بعد كنخليوها ترتاح في الفرجي دير باش تزيد تتميسك شوية نجو طوال النوعة الثاني الي باش يكون بالبوفريوه نفس الشي اخضيت مقدار خمسين جرام من البوفريوه عرشتها شوية ومن بعد ارحيتها حتيكش نواليت بالطريقة هذية لكن ردوا بالكم وقت اللي ترحيوها ما تخليوهيش لنتقر زيتها فقط دوبة متترحاها هكي يتولي انبودغ فيها شوية هكي حوبيبيت لا اكثر ولا اقل من بعد نضيفوها كالعادة لهكي الخاليط وإلا للعجينة ونخدموها بالطريقة هذية بترتش اسوا بعنا نحاولو ندخلو فيها الكونتيتي الكل من غير ما نعجنو ودجاتها وتليحتو حتي اللون متاع البات يتغير اللون متاحة ويغمق شوية وماشالله جينا من بعد السابلي يعمل الكيف وهذية القوامة متاحة بعد ما تلمت بالجدي بالجدي لازمها تكون كيما هكيه واخر نوع توا بيش نعملوها عادي يكون ابيض السابلي العادي اللي نعرفوه دونك بيش نضيف عليهم مقدار خمسين جرام من شاي وان شاي الهني لازمنا نغربلوهم ليح علش ضفت ان شاي بيش يعطينا اكل لون الابيض المزين متاع السابلي وفي نفس الوقت زيده يجينا شوشي شوشي عالاخر دونك ضفت فقط مقدار خمسين جرام وانخلط بالطريقة هدية كالعادة بتراتشي سويبي بشوية بشوية هاو كي يدخل في الخاليط اذا كينت حابوا تستعملوا نوع من انواع الفيكيا نجمو راهو تضيفو الهنيت تجمو حتى تضيفو اللوز الابيض بشاكيكا واحده تجيكم بيذا واحده هكا تجيكم في الفيغ والاخرى تجيكم غامقة شوية دونك لكم حرية الاختيار وهذه النتيجة بعد ما تلمت شوية ما شاء الله جينا بات اتريا تشرة وهيذو ما اللي بات امتعنا بعد ما حضروا الثلاثة انواع اللي بالبوفريوه اللي بالفوصدق واللي زيده بين شي اللي باش نخليوها بيذا عادية سامبل دونك حابيت نوريكم التكستو غان قرب كيفاش لازمها تكون لازمها تكون تريا تريا على الاخر خطر راهو فيها الزبدة كي باش نخليوها ترتاح في الفرجيدير راهي باش تزيد تتميسك على الاخر دونك البات ما يلزم هيش تكون متميسكة برشا واعطيتكم المقادير مضبوطة تولا هني شنو باش نعمل باش نجيب دي ساشي أليمنتر كل الكعبة باش نحطها وحدها خطر كي ما تارفو الثلاثة انواع مختلفين على بعضهم واللي يقوه مختلفين دونك باش ما يلسقوش في بعضهم او ككل واحدة نحطها وحدها نجمو تستعملوا ساشي أليمنتر وإلا تستعملوا حتى بابي سيلوفان اي حاجة متوفرة عندكم المهم لازمكم تغطيوهم مليح مليح باش هكيكا ما يشيحونيش وفي نفس الوقت زيدة ما يطلعونيش اكل قشرة من الفوق باش من بعد ما يتعبونيش في الخدمة حاولوا هكي يخرجوا منها لهوي اذا كان باش تستعملوا لساشي لمنطقة هذوما سينو اذا كان باش تستعملوا بابي سيلوفان لفوهم مليح مليح باش هكيكا يحافظوا على التروى متاحهم وتوا كيما تلاحظوا الهني بعد ما كملت حذرتهم سيبون توا مقعد كين باش نهز نحطهم في الفرجيدير باش نخليهم مدة انصيف ساعة باش يزيدوا يتمسكوا شوية وكاز يبدأ تتمسك في وسطهم حتى من بعد يسهلوا علينا في الخدمة وتجينا البات تعمل ستة وستين كيف ديجا انصيف ساعة تكفي بالغرض انجيوا توا التاريخ التحذير بعد ما ارتاحوا سيبون في الفرجيدير ويتمسكوا شوية خاصة انو انو توا الدنيا بدت تسخن توا باش نبدي ونحلوهم كيما تراوا طريقة الحالين سهلة برشا نحطوا بابي كويسون من اللوتا نحطوا العجينة بتاعنا ونبعد نحطوا بابي كويسون من الفوق نجيبوا بحذينا بتابعة الحال اتباق يكون علي بابي كويسون باش وقت اللي نشكلوهم نحطوهم فوقو باش الكيكا ما يتحرقوش ويقعدو مزيانين اول نوع ابديت في حالينه هو النوع السامبل اللي كلونه ابيضة عادي دونك حاليتوا بالطريقة هذيه من خلوهوش ياسر ياسر اخشين في نفس الوقت ما نجودوش اكثر من لازم سينوره يولي يتكسر برشا ويجيكم حتى اللون متاعهم بعض يتيب اكثر من لازم بالنسبة للمول باش نستعمل المول هذيه سامبل مدور ونجيبو هكي شوية من شي وإلا فالينه اي حاجة متوفر عندكم نحطو فيها اكا القالب هذيكا باش حتى كيف نجيوه نشكلو كيما هكا ما يبداش يلصق في البات وهوكا بشوية بشوية نشكلو بالنسبة لعملية التشكيل مهم برشا انكم ما تحركوش القالب سينوره واك الشكل متاح يتبدل وإلا يصغار شوية ولا يسيع دونك جوست هكا دوبة ما تتبيو عليها باش تاخو اك الشكل هذيكا المزيين ومن بعد اتناحيوها يعني ما تقعدوش تمشيو فيها وتجيبوه وتحركوها تواك الزيد هذيكا الكل باش اللموه وبي طبيعة الحال ما يتلوه حتى شاي هذيكا الكلو اللموه بالجدي بجدي وانك عبروه بالبيهي نحطو في ساشيالي منطقة على جنب باش ما يشيحليش ومن بعد ان شاء الله نزيد نعاود نحلو بنفس الطريقة بالضبط وتواه بعد ما كملت شكلتهم باش نهز بالكعبة بالكعبة كيما تراوها بيتنا وريكم السمك امتاحا كيفش يكون لا تكون ياسر غليظة ولا تكون زيدة ياسر اجوايدة او كبعدوهم شوية بحضة ابعادهم وكتجيو وتهزو الكعبية تهزوهم هكيه بالبابي كويسون باش الحاجم امتاحهم مش شكل امتاحهم ما يتغيرش ويقعد هكيكا هكي الحاجم امتاحوا كيما هو باش حتى من بعد كيف يتيبو وتحطوهم هكيه كعبة فوق كعبة يجيكم الكلهم قد قد ما تبدوش كعبة هكا كبيرة كعبة طالعة كعبة هابطة يجيكم الكلهم مستويين ومزينين ومرتوبين واخر حاجة توا باش نعملوها باش نعملو اكل فتحات هذوكم في الوسط دي ما احسبو الكعبة تمتاحهم قديش وعلى قدهم اهوكا تعملو الكعبة اللوخين اللي يكونوا بفتحات باش هكيكا كل كعبة تجي فوق اختها انا اخذيت هذية الدوي فيه دائرة كيما هكيه وشكلت بيها كدوائر الوسطانين وكيما تلاحظو النتيجة ما شاء الله كيفش تكون تعمل الكيف توا مقعد كين باش انهزو انحطوه في الفور ولازم الفور يكون على درجة حرارة مية وسبعين درجة تشعلو عليهم من الفوق ومن اللوتا ونخليوهم عشرة دقايق فقط يعني ماش تدوش برشا وقت جوست هكا دوبة متراوهم يبدو يبياذو وبياذو شوية وقتها نحيوهم سينورا من بعد يحمرو اكثر من لازم دوبة هكا ما يبدو يحمرو شوية من اللوتا وقتها نحيوهم واندخوطن باش نتعادي ونكملو نحضروا السابلي امتاع الفصدق بنفس الطريقة بذبط باش نخط دوبة بي كويسان ونخط فيهم العجينة ونحلهم بالقلقال اول ما تحلو تحسوها هيكية قاسية شوية خاطر الزبدة اتماسكت بالباهي كحاتينها في الفرجيدير هذي كعليش لكن من بعد كتبديو تحلوها بشوية بشوية ديجا تمشي معاكم بسهولة وتبدأ تتحل وكالزبدة تبدأ تطرى بشوية بشوية كما تليحظو الهناي الصمك ما يلزموش يكون يسر يسر جوايد وما يلزمهاش زادة تكون اخشينة برشا او كفين متوسط باش نستعمل اسل القالب هذيه اللي يكون على شكل مربع نغطسو شوية في النشاية نج كما تحبو انتوما المهم باش هكيكا ما يلزموش في البات والكعيبة تجينا مستوية ومرتوبة كما تلاحظو شكل متاحهم يسر يسر مزين اكا زاد هذيك الكل بطبيعة الحال باش نرجعو اللموه ونكعبروه حطوا هكيه في اشيال المنطيق ونبعد نرجعها نبدأ نحلو نستحفظو به ما يتلوح حتى شل وكما تلاحظو الكعيبات يجيونا مربعين قد قد لا كعبة هكا خشينة لا كعبة اجويدة ولا كعبة معوجة يجيونا مشالله يعملو 66 كيف بطبيعة الحال نحطوهم ديماء على طباق يكون عليه بابي كويسون وباش نكمل نعمل فيهم اكل فطحة دائرية في الوسط عندينا القلب هكيه مربع لكن حبيت نعملهم هكيه دائريين يظهروا يسر احلوين في النوع هذيه والدائرة ما نعمله شكل يسر يسر كبيره وفي نفس الوقت ما تكونش يسر صغيره بشكل المعجون وإلى الكخيم تكون ظهره في وسطه وتوا بعد ما كملت حذرتهم كما تلاحظو باش نهز نحطهم في الفرن على نفس درجة الحرارة ونفس التوقيت مدة خمساشن دقيقة واخر نوع توا باش نحضروه الي هو بالبوفيوة كما العادة نجيب العجينة نحلها بين جزء وراقم تاع بابي كويسون بشوية بشوية درجة وتتمشي معاكم بسهولة والنوع هذيه باش نعمله بجزء اشكيل مختلفة توتراه من بعد انه باش نستعمل بالضبط نحلوها هكيه على جنب الكل اولى تراف الكل كما تلاحظو الصمك متاحه وبيش نستعمل القالب هذيه يسر مزين وحلو وجينا هكيه شكل يسر حلو بالنسبة للقالب روتنجم تستعملوا اي شكل متوفر عندكم واي نوع متوفر عندكم انا اليوم حبيت النوع باش هكيكه تاخذوا فكرة ويبدأ التبق هكيه مشكل وفيه حاجة مختلفة على بعضها وكل عادة نحاول هكيه انطلعوا من البابي كويسون ونحطوا على التبق وديما عاونوا هكيه تهزوا بالبابي كويسون باش هكيكه الشكل متاحهم ميتفزدش ومن بعد حتى كيف يتيبوا ما تبدأش كعبة اكبر من اختها ولا كعبة معاوجة ولا حاجة تونك هكي البابي كويسون يعاوننا بالجدي بالجدي ونبعدوهم شوية على بعضهم وبطبيعة الحال باش نجي نعمل اكت دائرة هادية الي في الوسط الي وقدر نحطها الكخيم من بعد ان شاء الله تبدأ واضحة في وسطه وتجينا حاجة مزيانة بالنسبة الباقي العجينة كملت حالتها بنفس الطريقة لكن حبيت نعملها بشكل اخر الي هي على شكل وردة بشكل كأن نوعه في التبق امتعنا وتظهر هكي حاجة مختلفة على الاخرى ويجينا تبق مزيان يعمل الكيف كملت شكلتهم كما هكية بتبيع العجينة الزيدة من بعد انعودوا انحلوها ونخدموها وكما تليحظوا اعملت فيها اكت دائرة هكية في الوسط حتى هي وكل عادة بشنهز نحطهم على نفس درجة الحرارة ونفس التوقيت يتيبوا في عقل عقلهم وهذه هي النتيجة بعد ما كملوا حظروا ما شاء الله تابوا في حقهم هذو ما اللي خلينيهم ابيض كما هكية هذوكم اللي بالبوفيوة والاخرين اللي بالفصدق ما شاء الله بنا وريحة ما نحكي لكمش وجيت كعايبه اخر من اختها مرتوبين مزيانين حبيت نوريكم عن قرب بشتراوها كيا قديش البات يسر تيارة كتحطوا الكعبة على الكعبة جيكم قد قد نفس العلو ومبلوس مزيانين هذه الببوفيوة تبدأ هكي الكعايبه تمتع البوفيوة ظهرة فيها ولونها يكون هكي اغمق شوية زيت حمرتها شوية هذه اللي عملنيها على شكل الواردة زيدة جينا يسر حلوة ومزينا وهذه اللي عملنيها بالفصدق ما شاء الله الكعيه هكي اعملتوا هكي كبيرا شوية وجيوا يسر حلوين والفصدق ظهر في وسطهم توا بالنسبة للحشو اللي بالفصدق بش نعمل فيهم الكخيم دو بيستاشا هذي شريتها حاضرة سينوتج مو حتى تستعملوا معجون او اي حاجة متوفرة عندكم وبالنسبة للمعجون بش نستعمل اليوم هذي الديري اللي حضرني مبعادنا في تحضيرات رمضان معجون البوركدين وبالنسبة للي بولبو فريوة بش نستعمل انو تيلات تتميشى معاها برشا سينوتج متستعملوا اي شوكولات اتاكتيني وتوا بش نواريكم طرق مختلفة امتع تزين اعلى شلي تعتمدوهم بش الطبق متاعكم يكون متنوع اخذت خمسة كعبت كيمة هكية رشيت عليهم اسيوك خيجلاس يعطي ايفي يسر حلو ويبانن زيدا والنوع هذي بش نعملهم بالمعجون متاع البوركدين هذي المعجون الديري راهو بنا غير عادية مستحفظة بي ومشالله التوا كيمة هو يعمل الكيف شوفوا المنظر متاحهم قدش يجيون بخيزون تابل ومزيانين ويسر حلوي وبالنسبة للنوع الثاني بش نزينوه بالشوكولات ذوبت شوية من شوكولات حتيتها هكية في بوشا دوي قصيته بفتحة صغيرونا ونعدي اخطوط كيمة هكية بش يعطي ايفي احلو وهذو ما بش نعمل فيهم المعجون متاع الفريز حتى المعجون هذي كنت تفكروا اللي حضرنيه مع معجون البوركدين في تحضيرات رمضان معجون دياري يعمل الكيف وبنا ما نحكي لكمش ام بلوس اللون متاعه يسر حلو حتى كيبدا هكا في السابليه يظهر من زين بارشة يسر حلوها ومزينا ولازمنا نخليها تبرد على جنب بشكل شوكولاته تتماسك بالنسبة للكعي بيت لخين باش نخليهم سامبل هكيكا كيما هما خمسة كعبت باش نعملهم بالمعجون متاع البوركدين يكونوا بالطريقة هادية حاجة بخيزن تابل ومزينا وسامبل على الاخر والاخرين باش نعملهم بالمعجون امتاع الفريز نفس الشاي زيده باش ان هكيكا نعملوا الوين مختلفة وجينا حاجة مزينا ونتعدي وتوها للنوع اللي يكون بالبوفريوه تتميشى معه بارشة انو تلاكن مش متوفرة كيما قطلكم تستعملوا شوكولاته تغتيني تعطي هكا منظر يسر حلو خاصة انو الكعبة هكا لونها في هكيكا كعي بيت متاع البوفريوه بالحق جي حاجة يسر مزينا وانوه على اخر زيده اللي على شكل وردة حتى هو زيده باش نعمل فيه النوت اللي يتميشى معها على الاخر وهذه باش نزيانهم دونك كعي بيت خليطهم كيما هما تنوريكم شنو باش نعملهم بالضبط وكعبيت كيما هكيه باش نزيانهم بالبوفريوه تكون هكيه مرحيه حتيت شوية هكيه مش حور باش يلسق فيهم سينو تجمو تستعملو حتى عسل المهم اي حاجة نجم اتلسقهم وحتيت شوية من البوفريوه على جنب بالنسبة للكعي بيت الاخرين باش نحط فيهم البوفريوه في الوسط كيما هكيه او كعبيت يبديو ظهرين فيهم البوفريوه من داخل وكعبيت نزينو بهم على برا جينا حاجة من زينة وبخيزون تابل نجيو توالي اللي بالبيستاج هيدو ما بيش نعملهم بالكخيم دو بيستاج شريتها حاضرة نجمو حتى تستعملو شوكولا بلون على شليت ذوبوه تستعملوها نجمو تستعملو اي كخيمة وفرة ولا حتى معجون ديجا انا فما كعي بيت الاخرين باش نعملوهم بالمعجون يعطي كونت خاص ياسر حلو دونك جيت لهنا كعي بيت باش نخليهم كيما هوما كعبيت لوخينا باش نحط فيهم شوية من بيستاج في الوسط والكعبيت لوخي باش نعملوهم بالمعجون اللي بالفريز خاطر يعتيلون ياسر مزين للمحاطة تستعملو المعجون بتاع الفرنبواز يتمشى معاه برشا برشا وعلى جناب باش نزينهم بالبستاج هادية انفوت كالعادة دهنتها كي شوية بك الشحور ونلصق فيهم لكعي بيتها كي يجيونا ياسر مزينين وبخيزون تابل حبيت نوري هيكو مع القرب باش تراوها كيفاش تكون وهيذو ما الاتباق متعنا ما شاء الله بعد ما حضروا شوفوا ما شاء الله قدش يجيونا مزينين بخيزون تابل وكيفيش منع جينا اكهو خرجنا منهم ثلاثة انواع مختلفة مزينين برشا خاصة انه بطرق تزيين بسيتة اي واحد فيكم ينجم يعملها لكن تطلعنا حاجة مضخمة وحلوة حتى اذا كنت حابو تعملوا مشروع منزلي في الدار اتبيعوا السابليم الدار صدقوني حويجة كيما هكا مفهمش ما اروع منها وزيدة في العيد تعملوا حويجة نضيفة وحدكم في الدار بالحق راهو بنا على بنا يجيكم مشوشي هابل حابيت نوريكم لكعي بيت عن قرب باش تراو الشاكل قدش حلو وقدش مزين والكعبيت يجيونا مرتبين شره وبالحق البنا راهو ما نحكي الكمش لازمكم اتجربوا واكيد لازمني انحللكم كعي بيت باش تراو قدش يجيونا شوشين هذه اللي عملنيها بالفصدق بنا ما نحكي الكمش هذه اللي بالشوكولات هاشيشة روعة روعة يضوب في الفم وهذا ما اللي بالمعجون بنا ما نحكي الكمش قولوا لي في كومنتر شنو اراكم في فيديو اليوم انشاء الله يا ربي اتكونوا عجبتكم ونشوفكم في فيديو جاي باي باي